النهاردة المرة التالتة هتكلم وياكم لا تكن مغرورا على اعتبار المرة القادمة إذا أراد ربنا وعيشنا هنتكلم لا تكن صغير النفس لأن الموضوعين دول مرتبطين ببعض لا تكن مغرورا ولا تكن صغير النفس واتكلمت وياكم قبل كده عن أن هذه الحكمة حكمة بالغة وزي ما قلت أكتر من 150 آية بتبتدي بلا الناهية والحقيقة بتقدم لنا معرفة واسعة في السلوك وأنا أصدت بالسلسلة دهية إن وإحنا في نهاية السنة يبتدي كل واحد فينا يراجع نفسه فزي ما قلت لك ابتديت لا تكن قاسيا ونمرة اثنين لا تكن صرصارا ونمرة ثلاثة النهاردة لا تكن مغرورا ودي الهدف منها أساسا إنك تراجع حياتك وإحنا في نهاية السنة ولما تقابل أبا اعترافك تقدر تعود وياه وتراجع بعض الضعفات اللي تكون ظهرت عنك أو في حياتك أو في سلوكك بصفة عم لا تكن مغرورا طبعا كلمة الغرور وكلمة الكبرياء كلمة غير مقبولة وكلمة ممقوطة في حياتنا كبشر والكبرياء والغرور فيه كمان الغطرصة إن إنسان يبقى شايف نفسه وهو مش شايف نفسه بس هو شايف نفسه إنه هو أحسن من الآخرين بأي صورة من الصور زي ما في الكتاب المقدس بيقول لنا سواء بكلامه أو بجبروته بقوته يعني أو بغناء أو بأي حاجة بيفتخر بيه ورؤية الإنسان إنه هو أفضل صورة من الآخرين هي بداية السقوط في خطايا الغرور وخطايا الكبرياء طبعا لازم نبقى عارفين إن الغرور أو الكبرياء ما هوش الثقة بالنفس الثقة بالنفس دي فضيلة ممدوحة وهكلمكم الإسبوع الجاي عن لا تكن صغير النفس عكسها يعني لكن الغرور هنا إنه بيشوف نفسه لا يرى نقائسه لا يرى زلاته لا يرى خطايا لا يرى سقطاته هو إنسان شايف نفسه إنه هو الصح في أي حاجة هو بيعمله ودايما يرى نفسه في مرآة المتح متح الزيت مش الآخرين بيمدحه بس ده هو كمان بيمدح زيته وهنا يكون وقع في فخ كبير اسمه فخ الغرور أو فخ الكبرياء ومن أكتر الحاجات اللي بتكشف الإنسان اللي بهذه الصورة الإنسان الذي تلاقي في كلامه كده دايما يقول كلمة أنا إنجازاتي عملت خليت حياتي يتكلم عن نفسه كثيرا جدا دي من ناحية من ناحية أخرى هو شخص يحب مديح الآخرين يحب أي حد يقابله يمدحه يكلمه مديح الآخرين وطبعا بيحب الزهور أمام الآخرين وأمام الآخرين أمام أي مجتمع وفي كده دايما يتباهى بأنه بطل وبطل في أي مجال أنه اشتغل فيه كل دي أفكار لازم نحطها قدام الشخص اللي لا تكن مغرورا وعايز أقرالك الآية اللي بيقولها يشوع ابن سراخ اللي بتوضح الكلام ده في الإصحح الأول يقول لا تترفع لألا تسقط فتجلب على نفسك الهوان ويكشف الرب خفاياك ويسرعك في المجمع في المجمع يعني في أي مجتمع لا تترفع لألا تسقط فتجلب على نفسك الهوان ويكشف الرب خفاياك ويسرعك في المجمع دي في الإصحح الأول عدد 38 و39 الخلاصة أن الإنسان اللي بينصحه هنا يشوع ابن سراخ بيقوله لا تترفع لألا تسقط الخلاصة أنه شخصية تدور حول الزيت تتمحور حياته كلها حول الزيت لا يرى سوى نفسه فقط لا يعترف بأي ضعفات خالص كل حاجة هو بيقولها بيعتبرها هي الصح وقد يعتبرها هي المرجع في الكلام بتاعه ترجمة نانسي قنقر